موسيقى ازاكم عمدين ايه معكم احمد نبيل فيديو جديد والفيديو ده هو فيديو انبوكسنج وانطبعات اولية لهاتف اوبو الجديد هو الابو اي 73 واللي امتبع القناة من زمان وعارفني او عارف فيديوهات الانبوكسنج اللي عملناها قبل كده فاكيد عارف ان انا بعمل فيديوهات الانبوكسنج جديد لتلات اسباب اول سبب وده لأي شخص عاود زيارة في محتويات الكارتونة او العلبة بتاع الجهاز ده بقى جواها ايه الثاني حاجة وهو لو انت عاوز تعرف ان طبعات الاولية والرأي الاولي كده في الجهاز من حيث التصميم بقى واللي عجبني فيه واللي ما عجبنيش فيه في الاول الثالث حاجة بقى واهم حاجة ان انت لو عاوزني اركز على حاجة في المراجعة بتقدر تكتبها لفيديو بتاع الانبوكسنج عمان اكون لسه براجع الجهاز فاركز لك على الحتة اللي انت عاوزني اركز عليها دي هم دول ثلاث اسباب اللي انا بعمل بسببهم فيديوهات الانبوكسنج الوحيدة بدل ما ادخلها في فيديو المراجعة في مبدئين كده ارسا معمل اشترك الفيديو ده انزل اعمل لايك الفيديو ده سبسكرايب للقناة فعل زر الجهاز لجهاز لجهاز لسبسكرايب وتابعينا على حساب على الانستجرام بتلاقي الانك بتاعه وبتسكريبشن تحت اول وصف ولو عندك ايه سؤال سابلوه في الكمنتات برضه على كل الناس تقريبا ويه بس كده اسفنا طولت تعليقكم وخلنا نبقى ندخل في موضوع الفيديو على طول خلنا بقى في الاول كده قبل ما نعمل انبوكسنج الوبو اي 73 او الركو شكل العلبة من بره واللون اللي معانا ايه والعلبة بيجي مكتوب عليها ايه من بره مبدئين كده لو مسكنا العلبة هلاقي مكتوب هنا اوبو اي 73 وده شكل من اشكال الجهاز او من الجهاز جاي بيهم وهتلاقي برضه لوغ اوبو هنا في الجنب كده وهتلاقي في ظهر الجهاز هنا كده ووصفات الجهاز او الحاجات 되는 الجهاز بيتمايز بيها وما هوا اكتبوش هذه الحاجة اللى ببقى الجهاز متمايز بيها زي ان الشاحن السريعة هنا ثلاثين واط وفوك 1960.. وعندك هنا الشاشة اوليد وكمان عندك هنا البصمة تحت الشاشة وعمدك كاميرا ا eigene16 ميجا بيكسل وكمان كاميرا ا التراويد وعندك هنا اللوجو بتاع اندرويد وكمان تحته 6 ججا رام و 128 ودول حجم ومساحة الراما والذكرة وكمان عندك هنا اللون بتاع الجهاز النيفي بلو وبس بقى شوية كلام كده وسريالات وهو ده كل المكتوب على العلبة بتاع اوبو A73 خلنا نبقى كده نعمل انبوكسنج للجهاز ده وكأي علبة اوبو عادي انت بتسحب كده بس من تحت بتطلع الجزء ده الاول وبتركنه على جنب كده لان مالوش اي لازمة وبعد كده بتسحب عادي زي اي علبة الفوق ده بتلاقي الجهاز خلنا كده نرفع الجهاز ده ونشي الستيكر اللي عليه عشان نفتحه عما نخلص انبوكسنج للعلبة التصميم هنا مع انه من البلاستيك بس تصميم كويس جدا مربع الكاميرات مع البلاستيك اللي تحستو واغت شكل الجلدي ده زي الاوبو فبصراحة الملمس هنا وشكل التصميم كويس جدا خلنا بقى نرفع ده هتلاقي عندك البوكس ده او العلبة دي موجود فيها البين تول او الاداة اللي بتستخدمها ان انت تطلع مخرج الشرايح وكارت الممري وعندك هنا الجراب وشوية كتيبات زي اي تليفون عادي يجي معا الجراب وشوية كتيبات والضمان خلنا بقى نركي دي على جنب وبعد كده هتلاقي الشاحن السوبر فوك او الفوك بتاعهم اللي هو 30 واط الشاحن ده 30 واط وبعد كده هتلاقي عندك هنا الوصلة الطايب سي قلنا كده نطلعها وصلة الشاحن دي من نوع طايب سي وزي ما احنا عارفين ان جهازة اوبو كلها ما بتشحنش الا بالوصلة والشاحن بتاعهم يعني انت لو اخد الفوك الثلاثين واط ده مش هتاخده باي شاحن تاني غير الشاحن والكابل دول فحافظ عليهم وبعد كده هتلاقي عندك حاجة نادرنا ما عودنا باللاقيها في اي شركة وليها السماعات وبو من الشركات اللي لسه بتحط السماعات في العلبة بتاعتها والسماعات دي كويسة جدا وانا مجربها قبل كده بس كده كانت كل حاجة في العلبة مفش اي حاجة تاني خلينا بقى اللم كل الكلام ده وزي ما قلتلك فالتصميم هنا تصميم كويس جدا يعني بص عندك هنا مربع الكاميرات وده بقى اللي يتقلع علي المربع مش المستطيلات اللي محطوطة وبنقول عليها مربع لأ ده بقى مربع موجود في اربع كاميرات هنا كاميرا للعزل والكاميرا للماكرو كاميرا الترا وايد والكاميرا الوايد العادية 16 ميجا بيكسل وعندك هنا الفلاش برا للمربع خالص وعندك هنا الوجو قوبه من تحت ولو قليبت الجهاز على وشه ودغطت على زرار الباور كده هتلاقي الشاشة القولد خدنا بقى كده نفتح نبص على الشاشة دي وكالواهد الاولى كده فالشاشة دي سطوعها عالي جدا بس الغريب هنا او اللي مدهقني ان الجهاز دي جايب التصميم القديم اللي هو الوتر دروب نوتش دي الجهاز دي جايب التصميم ده والتصميم ده اختفى اصلا وعندك هنا من تحت مدخل ثلاثة ونصف ميلي والمايك ومدخل يو اس بي تايب سي وعندك شكل السماعات الجديد وعندك من فوق مايك عزل للضوضاء وعندك هنا زرار الباور على الشمال وازرار تعليت وتوطيت الصوت على يمين فمبدئين كده الوهلة الاولى انا مبسوط من شكل التصميم مبسوط من ان هو ما بيبصمش ومن الشاشة بصراحة ياريب بقى الانبساط ده يكمل اما نجرب كده المعالج ال 662 اللي الشركة حطاه ونشوف هيعمل ايه مع جهاز ب 4300 جنيه سي الأوبو i73 بس كده دي احنا كل حاجة في الفيديو بتاعنا النهاردة او في الانبوكسنج بتاعنا النهاردة خلننا بقى نرجع للفيديو بتاعنا الرئيسي بس كده صاحب والله هده احنا كل حاجة في الفيديو بتاعوا النهاردة وذي كان رائي والانطباع الاولي والانبوكسنج بتاع اوبو i73 لا تنسى بقى لو انت عاوز نركز على حاجة في فيديو المراجعة تكتوب لي في الكومنتاب بتاع الفيديو تحت ومنساش تعمل اللايك للفيديو تحت ومنساش تعمل اللايك للفيديو تحت واتبعينا على حسابة الانسجرام تلقى الانكب بتاعه وتسكريبشن تحت اولاصف شكرا شوفت في فيديو الناية كان معكم محمد نبيل اشترك في فيديو الجديد يلا